نحن نفتقر اليوم في مجتمعاتنا المسلمة مجتمعاتنا العربية والإسلامية إلى أشكال من الألعاب سواء كانت ألعاب الفيديو أو غيرها مجدية، صالحة، نافعة نبقى هكذا في مرحلة خضوع وسكوت إلى أن يأتينا وتأتينا الألعاب نستوردها من آل الباطل وديار الباطل ماذا في تلك الألعاب؟ عنف، ضرب، سفك للدماء، انحرافات أخلاقية، عبثية حتى أن البعض من تلك الألعاب وهذا الجميع يعرفه ليس بسر فيها من أشكال الشرك وأفعال الشرك التي تطمس فطرة هؤلاء من الأطفال والصبيان والصغار ثم تقول لي بعد ذلك هي حلال ولا حرام أنت ماذا فعلك لأجل أن تقدم لمجتمعك ولأسرك وللعالم؟ ألعاباً لأن معروف أن الطفل والصبي يريد أن يلعب بألعاب ما هو دورك في تقديم الألعاب؟ نافعة، صالحة، تدر بالنفع والصلاح والخير والأطاء على هؤلاء الأطفال والصبية والصغار عوضاً عن ذلك الغزو الذي يغزو العالم من الألعاب نحن في مرحلة غزو ألعاب، هذه حقيقة في السابق وما زال كانوا يقولون ويحدثون ويدرسون عن الغزو الفكري صعيح وموجود ولكننا الآن نعيش مرحلة أخرى كذلك من هذا الغزو أي غزو؟ الغزو الترفيهي الذي جعل من أداة الترفيه أداة للسيطرة على عقول البشر والتلاعب بها وتسلل الباطل والأفكار الباطلة الهدامة المنحرفة إلى رؤوس الناس صغاراً وكباراً وشباباً ونساءاً ورجالاً نحن بحاجة إلى أجهزة ترفيهية حقيقية قائمة على هذه القيم والمثل والمبادئ التي أنا وأنت نؤمن بها فهل لا من مجيب؟ نحن لدينا طاقات في العالم الإسلامي والعربي طاقات كبيرة تبرمج وتعمل وتقوم فأين الإنتاج؟ أين الإنتاج؟ والسدراك ما يمكن السدراك وإنقاذ العالم من التهلك التي يجر إليها اليوم هناك مواقع مئات آلاف من الآباء مسلمين وغير مسلمين يستغيثون من تلك الألعاب وسائل الترفيه التي تفسد عقول الصغار وأفسدت أفسدت عليهم حتى الطفولة والبراءة وبراءة الطفولة فماذا ننتظر أكثر من ذلك؟ ترجمة نانسي قنقر